أكيد حركوا طبعا تابعتم بالتفصيل اللي حصل في محكمة العدل الدولية في لهاي وكمان الدعوة دي لرفعاتها دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل واتهابها بارتكاب جرائم إبادة جماعية في حق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة الجديد أنه في عدد كبير من الدول عبر العالم بدأت تنضم لدولة جنوب أفريقيا وعانت أكتر من خمسين دولة عانت دعمها لقضية جنوب أفريقيا واتهمها إسرائيل بممارسة الإبادة الجماعية سواء كانت دول إفريقية أو عربية أو إسلامية يمكن أخيرا كانت دولة أندونيسيا من الدول الإسلامية دولة سلوفينيا من الجانب الأوروبي ومن أفريقيا وهنا في حدوتة لازم نحكيها ما يتعلق بدولة ناميبيا دولة ناميبيا الحقيقة لها موقف أيضا آخر مشرف واختارت أنها ترد على انضمام ألمانيا كطرف تايلت في الدعوة للدفاع عن إسرائيل وناميبيا بتقول بشكل واضح وصريح أنها بتستغرب الموقف الألماني طب ليه بتستغرب الموقف الألماني وإيه علاقة ألمانيا بناميبيا هنقولكه دلوقتي الفكرة أنه ألمانيا احتلت دولة ناميبيا وكان من أوائل عمليات الاستعمار اللي تمت في القرن العشرين ناميبيا بتتهم ألمانيا بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وبالمناسبة ألمانيا اعترفت أيضا بيها مؤخرا وبدأت الدخول أو المفاوضات بعد عقود طويلة لإمكانية دفع التعوضات طبعا ما ننساش أنه ألمانيا على مدار سنوات طويلة دفع التعوضات باهزة للكيان الإسرائيلي فبنسأل ومنشوف محضراتكم يمكن الصور دي صور بتبرز إيه اللي كان بيعملوا الجانب الألماني في الألاف بل عشرات الألاف من مواطنين النابيبيين ناميبيا بتقول أنه ألمانيا قتلت عشرات الألاف وسهمت في استنزاف ثروات البلاد بالكامل وتركت ناميبيا فقيرة وتعيش في حالة من الفقر والجوع والمرض وده بياخدنا لسؤال مهم جدا العالم الذي يصف نفسه بالحر هل هو فعلا عالم حر ولا دي زدواجية المعايير اللي احنا بنشهدها كمان في القضية الفلسطينية جدير بالذكر أنه ألمانيا كمان بتبعت دلوقتي ذخائر للدبابات لمساعدة الكيان الصهيوني في جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني